قال مقرر مجلس النواب صالح قلم أن المجلس تناول في جلسته التي عقدها أمس عدة مواضيع تهم شأن العام وعلى رأسها المواضيع السياسية قبل أن يتم تعريق الجلسة للأسبوع القادم كما ضف قال قلم أنه تم تمنقشة ما تبقى من جدول الأعمال في الجلسة الماضية والتي انتهت عند موضوع رئيس هي ترقبة الإدارية وانتخاب رئيس لها وكان مجلس النواب قد عقد أمس ثلاثة الجلسة برياسة نائب الأول لفوزي نويري بحضور عدد من أعضاء المجلس نحن الآن في قاعد مجلس النواب بعد نهاية جلسة يوم الثلاثة ثلاثة أربعة عام 2018 الجلسة طبعا كانت معلقة جاء السيد نائب الأول دار الجلسة بحضور عدد من النواب تناقشنا فيها طبعا ما تبقى من جدول الأعمال الماضي طبعا جدول العامال الماضي انتهى عند موضوع رئيس هي ترقبة الإدارية وانتخاب رئيس الهي طبعا تم تأجد البند للأسبوع المقبل وتناولت سادة النواب بعد المواضيع الآن التي تهم الشأن العام والتي ترمى الموضوع السياسي بالذات الموضوع العقب السياسي وأجعل كثير من النقاش في هذه المواضيع والآن اختتمت الجلسة بعد ذلك وعلقت الجلسة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم